هذا وقد التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول نديم رازا رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية تناول لقاء آخر المستجدات على الصحتين الإقليمية والدولية كما تم مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول نديم رازا رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء آخر المستجدات على السحتين الأقليمية والدولية كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع دولة باكستان وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية والأمنية من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية على حرص بلاده لدعم أفاق التعاون العسكري مع مصر خلال المرحلة المقبلة وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية في كافة المجالات عقب اللقاء جلسة مباحثات بين الجانبين تناولت سبل تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن ودعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل البلدين حضر اللقاء وجلسة المباحثات الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة لكل البلدين والسفير الباكستاني والملحق العسكري الباكستاني بالقاهرة اشتركوا في القناة